هو شيت عايز مننا ايه غير شوية دقيق وشوية مية وتعملي احلى شوية فتير فلاحي على اصوله بالزبدة البلدي عايز اقول لكم يا اختي حاجة كده طاح فبصوا التراوة والتوريقة حاجة كده تاخد العقل وهنسويه بطريقتين هنسويه في الفرن وكمان على البتجاز من فوق والطريقة اللي تعجبك اشتغلي بيها بصوا جمال الفتير وحلوته يا وعدي علي وكمان شوية مش كده وشوية عسل الاكلة دي بقى يعني هي كفيلة الدفيك في البرد اللي احنا فيه ده دعنا نسمي باسم الله ونصلى على رسول اللي عليه الصلاة والسلام ونجيب بولة وننزل بالكيلو دقيق وننزل بمعلقة سكر وربع معلقة من الملح ونقلبهم كويس جدا ونسمي باسم الله ونصلى على رسول اللي عليه الصلاة والسلام ومعايا دي مية دافية زي دمع العين كده وهنزل شوية بشوية على العجين بتاعي او الدقيق بتاعي هتوهم ما حطش مية كتير حبة بحبة كده لغاية ما نشوف هنوصل لقوام ايه الفطير يعني عجين عجينة تكون كويسة يعني هتطلعي نتيجة كويسة طبعا بعد ما توهت العجين اللي دي معايا نزلت كده على الرخامة الرخامة غسلينها وزي الفل هننزل بالعجين بتاعنا وشوية شوية كده وتعجيني عايزة اقول لكل الطاقة بتاعتك حطها في العجنة دي هاتتك باتتك كده وشماري وعجيني ولتي لغاية كل ما هتعجيني كل ما هتشوفي انت النتيجة في ايديك لو عندك عجان اعجيني فيه بس يصدقيني عجيني الايد ما يعلاش عليه وبالذات لما بكوني بتعجيني كمان على الرخامة كده طول ما انت واقفة بقى اذكر ربنا وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام عشان الحاجة بجد تطلع كده فيها خير كتير والطعمها زي العسل وزي السكر كده هاعجن والدت والدت وعجن بصوا بعمل ازاي طبعا انا مصرع على الفيديو ما اخدش وقت كتير بس انا مش مفصلة للفيديو خالص تبضلي تعجيني كده عايز عجينة ملزقة معي بعد قد ايه هبطل عجن بعد ربع ساعة ربع ساعة متواصلة بعجن فيها ما شاء الله هي بتلزق تلزيقة بسيطة كده وبعد كده حطتها في البولة وسبتها تستريح وغطتها في فوطة لمدة قد ايه ربع ساعة وحاجب صينية كده وجبت نص كباية من الزيت وحطيت دهنتي كده الصينية عندي بالزيت وكمان الفطير بتاعي هدهنه بالزيت انا بعمل ايه دلوقتي انا بقسم العجينة بتاعتي هقسمها لست كويرات او ست كور كبار كده حاولي على قد ما تقدري تخلي ايدك متساوي على قد ما تقدري يعني احنا اللي هناكل لو فطيرة طلعت كبيرة شوية صغيرة شوية مش هيجرى حاجة هو بالشكل اللي انتو شايفينه ده هو بدها الفطير بتاعي من فوق ومن تحت كده العجينة ولسه ما بقاش فطير هيبقى فطير دلوقتي خلصت الكمية بتاعتي ما شاء الله لك وتألا بالله كيلو دقيق عمل معاي اربع فطير زي ما انتو شايفين زي الفل وهنعمله بقى بطريقتين وزي ما قلنا هنسويه كمان بطريقتين والطريقة اللي مريحة وفي امكانياتك اعمليها هجيب استريتش رول كده وهغطي العجينة بتاعتي لمدة قد ايه لمدة نص ساعة ربع ساعة كل ما هتسيبيها لو وراكي حاجة تعمليها وقعدت ساعة مش هيجرى حاجة كل ما هتريحيها كل ما هتديكي نتيجة في الفرد كويسة جبت معلقتين من النشا وضفت وجبت كمان نص كوباية من الزبدة وضفت عليها بقيت الزيت اللي تبقى معايا من النص كوباية وطبعا بتضيفي كده على الرخامة المادة الدهنية بتاعتك سواء زيت سواء سمنة ومن فوق كده عايز اقولك العجينة بتاعتي مستريحة كويس جدا بتجري زي ما انت شايفة عاملة زي اللبانة بجد عجينة تحفة زي ما بقولك الفطير يعني عجين وفرد افريدي بقى هتبص تلاقي العجينة اللي معاك بتجري جري بجد بمعنى بتجري يعني مش محتاجة بقى اي حاجة خالص هي بتزحلق كده معاك بصوا عاملة زي اللبانة دهنة الرخامة بتاعتنا بالمادة بتاعتنا اللي سامنا على الزيت او الزبدة على الزيت ومن فوق برضو كده بقديكي هجيب بتاعت البيت زي كده وهبتدي هعمل تقطاعات زي ما انتو شايفين كده اي عدد بقى يعني بص انت ونظرك عمليها بقى ايه بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهجيب الطرف ده كده على جوه وهدهن من المادة الدهنية بتاعتي زبدة او زيت او الاتنين مع بعض وهرش رشة خفيفة خالص من النشا وهكذا هجيب برضو الطرف ده على ده في النص كده ورشة دقيق مع الزبدة او بالشكل ده حتى لو تقطعت منك ولا اي حاجة ملكيش دعوة بيها اهم حاجة كل رؤية عشان ما تبقاش تخينة معاك اهو برضو هنجيب من الطرف ده وندهن زبدة ورشة من النشا النشا بيعمل ايه النشا بيديلك طراوة وتوريقة طحفة تلاقي كل ورقة بورقة زي ما انتو شفت في اول الفيديو اهو نسمي باسم الله كده ونصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونرش رشة خفيفة خالص من النشا ودهنة زبدة بايدك كده على طول ولا بمعلقة ولا حاجة انا برش للسام ده كده عشان تبقى الفطيرة معاك مش دسمة تكون معاك خفيفة وحلوة لو عايزة تحشيها اشطة او اي حاجة احشيها تنفح كده وتنفح كده مفيش مشكلة وكورتها بقى عملتها لك زي البقجة كده وهنسيبها دلوقتي نجيب واحدة نفس النظام ناخد رشة كده من الزبدة اللي معايا ونبتدي نجيب كمان كرة ونبتدي نفردها بصوا بتجري تحت ادية من جوة لبرة بتاخدي من جوة على برة وتفردي وخلي بالك من الطروف دي الاطراف دي تخليها رؤياء اهو الكيلو عمل معايا ما شاء الله لك وتاقل بالله اربع فطاير حلوين كبار لو عايزهم ييجوا كل كرة فطيرة هنشوف مع بعض هنعملها ازاي هتيجي اهو بفرد كده وعايز اقول لك في الشيتة اللي احنا فيه ده افريدي على زيت مش على سمنة لان السمنة بتجمد فبتلزق العجيم في الرخامة تمام فانا في الاخر فهمت هي بتلزق مني ليه بتحط الزبدة بتجمد في الجو سقعة وبتتعبني لما باجي برفحها يعني فبعد كده هفرد على زيت نفس النظام هاخد من الجنب ده اهو والطقطاعات اللي احنا عملناها طبعا الفيديو والله موضح عن ما انا بتكلم رشة من الزبدة ورشة من النشا وتجيب تجيب الطرف ده وللطرف ده وهجيب بقى الكورة اللي احنا عملناها وهقفلها برضو بالشكل ده وهقورها كده هعملها زي البقجة اهو وهجيب الصينية دهنها بالمادة الدهنية بتاعتي سمنة او زبدة او زبدة على زيت وهريحها بقى هسيبها دلوقتي تعالوا نعمل واحدة كمان اهو بندهن كده هي بتجري تحت ايديك طبعا ايديك كلها مادة دهنية فبتبص تلاقيها بجد بتجري تحت بتزحلق كده على الرخامة طبعا انا عندي الرخامة محدودة فهي معزباني شوية هجيب الطرف ده وهجيب الطرف ده واضيف سمنة واضيف النشا وهكذا وهكذا اهو نعملها نلمها بقى كده زي البقجة ونركنها ونجيب واحدة تاني هعمل اتنين في قلب بعض والاتنين التانيين هعمل كل واحدة لوحدة هتشوفوا هتفهموا انا قصد ايه دلوقتي بصوا ما شاء الله لك وتا الا بالله كل ما العجنة تستريح معاك كل ما تجري عايزة اقول لك بايد واحدة تفرديها يا سلام بقى دي لو طربيزة وقاعدة واخضة حريتي كده ولا طبلية عايزة اقول لك كانت تبقى تحفة اهو جبت اللي احنا عملناها وحطتها في النص وهكذا عملنا التاني نجيب الصينية بتاعتنا ندهنها زبدة ونركنهم دلوقتي يستريحوا تعالوا بقى لدي دي بقى انا هعملها ايه؟ هعملها واحدة بس مش هحط في قلبها واحدة تاني فطيرة تاني فردناها بالصيق تكون شايفة الرخامة او شايفة الحاجة اللي انت بتفردي عليها من تحت العجن تبقى انت كده عندك ما شاء الله هي مفروضة كويس جدا تفردي كويس وتضيف سمنة مع النشا هتديك توريقة وهتتنفخ معاك وما شاء الله لك وتألا بالله تبقى تحفة كل اللي هيكل من ايدك الفطير يقولك بجد تسلم ايدك دي هخليها واحدة بس فطيرة واحدة بس او بعد ما لميتها كده هتعلو للتانية دي كانت اخر واحدة ما شاء الله لك وتألا بالله بصه بتجري جاري ازاي تحت ايدي تحفة دي طريقة لل لتوريق الفطير وكنت معاملة معاكم الفطير بطريقة قبل كده الاتنين احسن من بعض والنتيجة بتاعتهم هايلة اهو رش كمان رشة زبدة ورشة نشا وهكذا وعملت الرابعة هسيبها بقى في الطبقة دلوقتي عشان الثواني لما تفضى وتعالوا بقى اول واحدة استريحت عندنا كنت مولع الفرن قبلها بربع ساعة سخن جدا من فوقه من تحت يعني فتح الشواية وفتح الفرن وبحطها كده على اول رف يعني على الشبكة اول رف على طول فوق الصاج على طول هدخلهم دول بقى الفرن وتعالوا اللي هلا هنعملهم على البتجاز من فوق في الصينية زي ما هو ما كده اهو هبتدي افرد وخلي بالك من التروف وخلي بالك تفردي الفطيرة تكون كلها سوى واحد على نار عالية برضو كده وهنسمي باسم الله ونحط الصينية بتاعتنا عايزة اقول لك النتيجة بتاع الاتنين كانت طحفة اللي على البتجاز منفق وكمان اللي كانت في الفرن اللي على البتجاز منفق ما بتاخدش معاكي حاجة يعني دقيقة واحدة ما شاء الله ومستوية وزي الفل اي وهي باين عليها ما شاء الله اللي هي منفوخة هي بصتو هشة ومورقة ومفرقة من جوة ازاي طحفة بالجد الفيديو يستهل منكم مليون لايك ولو في حاجة مش واضحة في الفيديو اكتبوا لي معا ان والله الفيديو ما شاء الله موضح نفسه من غير كلام لما بتستوي بديلها معلقة من الزبدة كده وبغطيها اهو هنعمل بقى التانية وما شاء الله اللي كانوا في الفرن كانوا خلاص برضو وقربوا يستوي وزي ما قلت ان مشغلة الفرن ومشغلة الشوية الفطير بيحب النار العالية لو حططيها على نار واطية او نار مكنش سخنة جامد هيهبط منك مش هيفرق زي ما انتم شايفين كده ومش هيتنفق زي اللي في الفرن بصوا جمال الفطير عايز اقول لكو ياريت التليفون بريحة حاجة كده وهم هجيب برضو معلقة زبدة كده من فوق بعد ما استوت كده زبدة بلدي بقى دي بلدي خلط مش مخلطة اللي انا عملت بيها مخلطة وتقدري طبعا تستخدمي بلدي خالص براحتك ومشا الله لكو تقيلة بالله تلعله في الفرن وطحفة تراي وعايز اقول لك حلوة اوي بس الفطير يطلع على طول تغطيه معلقة زبدة او رشك مية وتغطيه يطرع معاك وهيبقى فلة هحط الاتنين كده على بعض وهجيب الصينية وهغطيهم بقى واسيبهم لما يهد شوي عشان اعرف افنش الفيديو وهنا بقى بجد والله فنشته ما شاء الله كان لسه الفطير كان لسه سخنة هتشوفوه وبيتدخن بص اللي انا عملته على البتجاز طري جدا جدا مش قادر اقول لكو قد ايه هو باين ما شاء الله بص التوريقة بتاعته حلوة اوي اوي وده بقى اللي في الفرن برضو مورق وجميل جدا هنجيب كده المقارطة وين شوف بقى الطروة بتاعته تحفة يريد تجربوه زي ما قلتلك انا عاملة طريقة تانية للفرد الفطير في فيديو قبل كده في القناة اللي مش هيقدر يعمل ديه يقدر يجرب الطريقة التانية بس عايز اقول لكو النتيجة بتاعة الاتنين تحفة ومرضية جدا وكل اللي هيدق من ايدك الفطير بجد هيقول لك تسلم ايدك الحاجة غالية عايز اقول لكو ما خسرناش حاجة غير شوية السمنة اللي موجودين في البيت وحابة زيت والكيلو الدقيق شوفوا بقى دول من بره كنت اشتريتهم بكام مع حابة مش كده مع حابة عسل ابيض يا وعدي او حابة عسل اسود حاجة كده خطيرة بجد الفيديو يستهل منكم شير كتير ولايك كتير وكمنت حلو منك ويا ربي حبيبي الفيديو انيال اعجابك وسلام عليكم خطير بسم ترجمة نانسي قنقر